السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد في قناتي انجليش هود كامل في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نصحه الثمانية الصفحة 82 و 83 من الواحدة السادسة Cultural Values القيم التقافية بالنسبة للشرح هذه الوحدة سوف تلقاه في صندوق الوظف نبدأ بالتمنى الأول Study this dictionary entry about the different meanings of the word value than do the access signs below سوف تدرس هذا المدخل الكلمات المعاني المختلفة للكلمة value قيمة ومن بعد قم التمارين اللي كانت تحت نبدأ بالتعريف الأول Value قيمة هنا جلس كنعون يعني اسم If something is of value إلا كانت شيء عنده قيمة It is useful or important هو مفيد ومهم If it is of no value إلا ما كانش عنده قيمة It has no usefulness or importance ما عندهش فائضة وما عندهش أهمية فهل تعريف المعنى ديال value هو القيمة الأهمية المنفعة وحس الفائضة نشوفوه التعريف الثاني Value Values Valuing Valued هنا هذك المجهز كفعل If you value something or someone إلا كنت كتقدر واحد الشيء أو لوحد شخص You think that they are important and you appreciate them فأنت كتعتقد أنه مهم وكتقدره تعريف الثالث Valued وهنا جات objective يعني صفة Highly estimated عالي التقدير Well regarded ومحترم تعريف الرابع Value وتستعملت كاسم وكتعني Worth of something in terms of money القيمة ديالشيء من حالة المال نشوفوه بالتعريف الخامس Value Values Valuing Valued هناك ننظر على الفعل When experts value something يعني من الخباراء يقدروا واحد الشيء They decide how much money it is worth يقرروا أو يحددوا القيمة المالية لهادك الشيء نشوفوه التعريف 6 Value Values والتي تستعملت كاسم The values of a person or group قيمة شخص أو لا واحد المجموعة Are the moral principles and beliefs they think are important هي المبادئ الأخلاقية ومعتقدات لك يظنوا أنها مهمة تعريف السابع Value Values تستعملت هنا كاسم A value is a particular number or quantity that can replace a symbol such as x or y in a mathematical expression القيمة هي واحد الرقم أو لا حد كيمية معينة أو لا حد كيمية معينة ليقدر يحل محل واحد الرمز بحل x أو لا y من بعد ما فهمنا المعاني المختلفة لهذه الكلمة نصحوا التمرين التالي Decide which meaning value has in each example with reference to the dictionary entry أحدد المعنى الكلمة value في كل مثال اعتمادا أو لا بالرجوع إلى مدخل القاموس نبدأ بالجملة الأولى طهر بن جلون is a value with Moroccan novelist طهر بن جلون هو روائي مغربي قادير هنا التعريف صحيح لكي تذهب مع كلمة value والتعريف ثلاثة The dollar goes down in value in the time of war غالبا ما كتنخافض القيمة ديالدولار فوق الحرب التعريف مناسب ديالك كلمة value هو اللي كان في الربعة Educators call for a return to traditional family values تربويون كي طالبوا بالعوضة إلى القيم العائلية التقليدية هنا التعريف اللي كان يناسب كلمة values هو التعريف اللي كان في الستة What is the value of x in this equation? 2x plus y equals 9 شنو هي القيمة ديالx في هاد المعادلة جوج x زائد y كتساوي تساوي هنا كنهضر على التعريف رقم 7 More experiments must be made to see if this medicament has any value يعني خاص إجراء المزيد من التجارب للمعرفة إلا كان هالدواء دوم الفعاء أو لاهمية أو لافائدة هنا كنهضر على التعريف رقم 1 بعض الخبراء يقدروا الإرادات أو العائدات المحتملة من الضرائب حوالي 50 مليون درهم تعريف المناسب كلمة value هنا هو التعريف لكين في خمسة The countries of South Asia share many common values الدول ديالآسيا الجنوبية كالتقاسم العديد من القيم المشتركة تعريف لكي ناسب كلمة value هو التعريف لكين في خمسة This bracelet is really of no value هاد سوار ما عندو احتقيمة التعريف المناسب لي هو وحد If you value your health, you should give up bad eating habits إلا كنت تقدر الصحة ديالك خصك تخلى على عادات الأكل السيئة التعريف المناسب لكلمة value هو التعريف لكين في جوش Samantha puts a high value on her appearance Samantha كتوضع أهمية كبيرة على المظهر ديالها تعريف لكي ناسب كلمة value هو التعريف لكين في واحد نشوفوا دول التمرين الثالث relate these values with their meanings ربط هاد القيم مع المعاني ديالها بالنسبة A altruism واللي كتعني الإيثار هي ديجا مخرجة تعريف دياله هو 4 selflessness هدم الأنانية generosity الكرم kindness اللطف b citizenship واللي كتعني المواطنة تعريف لكي ناسبة هو 7 the set of rights and duties a person has towards his own community مجموعة للحقوق والواجبات اللي عند شخص تجاه المجتمع دياله c initiative المبادرة والتعريف اللي كي ناسبة هو stop the ability or opportunity to act before others do القدرة أو للفرصة للفعل أو للعمل قبل الآخرين the tolerance تسامح تعريف لكي ناسبة هو 1 the ability to accept and respect the opinions and beliefs of others قدرة على قابول واحترام آراء ومعتقدات الآخرين e co-existence تعايش تعريف لكي ناسبة هو جوج the ability to live together in harmony قدرة على العيش معا في انسجام f cooperation تعاون تعريف لكي ناسبة هو 3 the act of participating with others and working together towards the same end هو الفعل ديال المشاركة مع الآخرين والعمل معا لتحقيق نفس الغاية g equity الإنصاف تعريف لكي ناسبة هو 5 equal treatment to anyone المساوات في المعاملة مع أي شخص التمرين الرابع match the words with their antonyms طابق الكلمات مع المتضادات دياله بالنسبة للألترويزم إطار دياله هو selfishness الأنانية be tolerance تسامح دياله هو intolerance cooperation تعاون دياله هو individuality equity الإنصاف دياله هو injustice responsibility المسؤولية دياله هو irresponsibility love الحب دياله هو hatred harmony الانسجام دياله هو conflict نشوفوا ده بالتمرين الخامس fill in the blanks with words from the list below من الفراغات بكلمات من القائمة اللي كان التحت criteria for universal values يعني معايير القيم العالمية value is universal only if it fulfills three يعني القيمة كتكون عالمية فقط إذا كانت كتحقق ثلاثة ديال جواب هو criteria معايير first it must be at all times in the past at the present and in the future أولا خاصة تكون ثقال أوقات في الماضي والحاضر والمستقبل جواب صحيح هو appropriate هذه القيمة خاصة تكون مناسبة it should also be for all humans from different cultures of opposite genders and from various religions يعني خاصة تكون جميع البشر من ثقافات مختلفة من جنسين مختلفين ومن دينية مختلفة جواب الأول هو suitable it should also be suitable يعني خاصة تكون مناسبة for all humans جميع البشر from different cultures من ثقافات مختلفة of opposite genders من جنسين مختلفين and from various religious backgrounds ومن خلفية دينية مختلفة on top of that علاوة على ذلك a value has to be applicable under all خاصة تكون القيمة قابلة للتطبيق في جميع circumstances يعني في جميع الظروف among members of a family بين أفراد الأسرة among citizens وبين مواطنين within a community يعني داخل المجتمع and between of the world between nations بين دول العالم بحث بحث على الكلمات في الجدول بحث على الكلمات التي كانت في الخانة ب بالنسبة culture تقافة الكلمة التي تتماشى معها هي shock صدمة ثقافية civic مدني كلمة التي تتماشى معها هي education تربية المدنية moral أخلاقي الكلمة التي تتماشى معها هي obligations يعني واجبات أخلاقية cultural تقافي الكلمة التي تتماشى معها هي diversity تنوع تقافي common عام الكلمة التي تتماشى معها هي good صالح العام global عالمي الكلمة التي تتماشى معها هي citizenship مواطن العالمية نقوم بالآخر تمرين ولي هو سبعة fill in the blanks with collocations from exercise 6 ملأ الفراغات بالمتلازمات اللفذية من التمرين 6 هذوك المتلازمات اللفذية ركتبتهم من تحت نبدو بالجملة A is concerned with educating children on the love of their country and the readiness to serve their community كتهتم بالتعليم الأطفال لحب الوطن والاستعداد لخدمة المجتمع ديالهم هنا كنهضرو على civic education تربية المدنية نشوفو بي A good citizen always works for the of his community rather than seeks private benefits or privileges مواطن الصالح دائما ما كيخدم الأجل مجتمع دياله بدلا من البحث على المنافع أو الامتيازات الخاصة دياله هنا كنهضرو على common good الصالح العام Another aspect of citizenship is fulfilling ones towards society before asking for one's rights جانب آخر من جوانب الوطنة هو الوفاء توجاه المجتمع قبل الموطالبة بالحقوق هنا كنهضرو على moral obligations التزامات أو للواجبات الأخلاقية D makes of the world a picturesque heterogeneous and pleasant place with regard to the various cultures around the globe كيجعل من العالم مكان خلاب وغير متجانس وممتع فيما يتعلق بالتقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم هنا كنهضرو على cultural diversity تنوع تقافي A person may experience when he moves to a cultural environment which is different from his own الشخص يقدر يتعرض منين كينتقل البيئة التقافية مختلفة على البيئة الدير هنا كنهضرو على cultural shock صدمة تقافية آخر جملة ولي هي F is the ability to think beyond boundaries of place, identity and culture and recognize all human beings around the world as equal to us هي القدرة على التفكير خارج حدود المكان والهوية والثقافة والاعتراف بأن جميع البشر في جميع أنحاء العالم متساويين معنا هنا كنهضرو على global citizenship المواطنة العالمية وبهذا كن نصل إلى الفيديو إذا أعجبكم الدرس لا تنسوش ديروا like و comment وإذا أريد وصلكم قاعد جديد لا تنسوش تابنوا فلاشين وتفعلوا جرس يلا السلام عليكم ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله